طقس دافئ إلى حار نسبياً وفرص لسحب ركامية على البادية وتقس معتد الليلاً والتفاصيل بعد هذا الفاصل مساء الخير إذن تستمر الأجواء التي تكون حارة نسبياً إلى دافئة في عامة مناطق المملكة وكما نرى هنا في درجات الحرارة البالدة لدينا هنا في مركز طقس العرب نجد أن الأجواء ستكون يوم الغد دافئة إلى حارة نسبياً قد تصل إلى 30 درجة مئوية في بعض مناطق المملكة وإيضاً نود التنبيه إلى فرصة لوجود سحب ركامية قد تنشأ على البادية الشرقية والبادية الجنوبية التي قد تؤدي إلى فرصة لزخات أمطار رعدية ولكن على فترات ومناطق محدودة إذن ننتقل سوياً لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة في العاصمة عمان حيث تكون هناك غيوم متفرقة وتكون درجة الحرارة 19 درجة مئوية وسرعة الرياح متوقعة أن تصل إلى 12 كيلومتر في الساعة ننتقل لمعرفة ثلاثة أيام القادمة ودرجات الحرارة المتوقعة في العاصمة عمان أيضاً يوم الأربعاء من 28 درجة مئوية إلى 17 درجة ليلاً يوم الخميس والجمعة تكون الأجواء مشمسة من 26 إلى 28 درجة مئوية نهاراً ومن 15 إلى 21 درجة مئوية ليلاً ننتقل سوياً لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة اليوم الغد في معظم مناطق المملكة ونبدأها شمالاً من إربد من 29 إلى 16 درجة مئوية في المفرق فرصة لوجود أمطار رعدية من 31 إلى 17 درجة مئوية في جرش من 31 إلى 19 وفي عجلون من 27 إلى 16 درجة مئوية ننتقل إلى المناطق الوسطى في الزرقاء متوقع أن يكون هناك زخات أمطار رعدية أيضاً في 32 إلى 19 درجة مئوية في عمان من 28 إلى 17 درجة مئوية ليلاً في البلقاء من 28 إلى 17 درجة مئوية في مادبة من 29 إلى 18 وفي البحر الميت الأجواء ستكون حارة نسبياً من 37 إلى 23 درجة مئوية ليلاً ننتقل جنوباً من الكرك 28 إلى 18 درجة مئوية في الطفيلة 27 إلى 17 درجة مئوية ليلاً في محافظة معان من 29 إلى 17 وفي جبال الشراح من 25 إلى 15 درجة مئوية وفي العقبة تكون الأجواء أيضاً حارة نسبياً تكون 36 درجة مئوية إلى 23 درجة مئوية ليلاً في المنطقة الشرقية فرص لأمطار وزخات رعدية من 32 إلى 20 درجة مئوية في الويشد في الصفاوي من 32 إلى 19 درجة مئوية وفي الأزرق أيضاً من 34 إلى 21 درجة مئوية كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز تقصى العرب إلى أن نلتقي في نشرات قادمة ما دمتم في عمال الله النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك معه المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة